اتلوا ما تبقى من ملامح ديمقراطية انتجتها الثورة التونسية هو الغاية من قرارات الرئيس قيس سعيد كما تقول القوى المعارضة لسياسته التي انتهاجها بعد اقالة الحكومة وحل البرلمان ولعل اخرى تلك القرارات واحدثها واكثرها اثارة للقلق في الشارع التونسي اعفاء 57 قاضيا من مهامهم بناء على تهم مختلفة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب برأت ان قرار قيس سعيد باعفاء القضاة اجراء تسلطي يدفع البلاد الى تعميق عزلتها فيما اعتبرت احزاب تونسية اخرى ان هذا القرار عبارة عن تصوية حسابات سياسية يقوم بها الرئيس ضد مناوئه بينما البلاد تنزلق نحو الاسوأ سياسيا واقتصاديا وحذرت القوى التونسية من ان قرارات سعيد هي اذان بمرحلة خطيرة من استعمال اجهزات الدولة والمرفق القضائي لاغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضة ومقاومي ما وصفوه بالانقلاب ويتهم الرئيس التونسي القضاة المقالين بالفساد المالي وتزوير الاوراق الرسمية والتستر على متورطين في الارهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات امنية في قضايا ارهابية بالاضافة الى قضايا اخلاقية وتأديبية وفق ما نقلته الرئاسة التونسية اما القوى المعارضة فتعتبر ان قيس سعيد سيضيع مكتسبات الثورة ويعود بالبلاد الى عهد زين العابدين بن علي ولذلك لا بد من التصدي لهذه القرارات عبر الحراك الشعبي والسياسي طريق بناء دولة تونس الحديثة ما زال طويلا كما يبدو وملئا بالمطبات والعوائق وسط ظروف اقليمية ودولية مضطربة تؤثر رياحها على التجربة الديمقراطية الوليدة في اول بلد عربي او قد شعلة ثورات الربيع العربي